في الحلقة دي بنود نتكلم معاكم كأصدقاء للبرنامج عن موضوع فصل النفايات القمامة في ألمانيا في ألمانيا هناك كم هائل من حويات القمامة في عدة ألوان وأشكال والحقيقة بتتواجد الحويات دي في محطات القطارات في البيوت حتى في الغبات وفي ألمانيا يوجد أهمية كبيرة جدا للحفاظ على البيئة الألمان بيهتموا جدا أنه تبقى الطبيعة نظيفة وغير ملوثة كما الأماكن العامة وأيضا حتى أرصفة الشوارع والحدائق لهذه الأسباب يتم التخلص من القمامة بعدة طرق وبعض منها بتم إعادة تدويرها واستخدامها في مجالات معينة ومختلفة كمثال الوراق والكارتون أو الزجاج يعاد تدويرهم ويتم استخدام المنتجات الجديدة للجرائد أو إعادة تدويرة لأمور أخرى وحتى للقنان الزجاجية هذه الطرق بتساعد في تنقيس أو تقليص النفايات وتوفير المواد الخام كما أنها تقلل من حرق النفايات بكميات كبيرة حيث أن من خلال عملية التدوير يتم المساهمة في الحفاظ على البيئة الحقيقة للحويات المختلفة في ألمانيا يتم تجميع النفايات في حويات في كل بيت يوجد حويات عديدة في أغلب الأحيان هناك حاوية خاصة للورق ولون غطاءها أزرق العلب البلاستيكية يتم رميها في كيس أصفر في الحاوية ذات الغطاء الأصفر للمواد العضوية وباقي التعام والظهور كلها بتجمع في حاوية خاصة بمواد عضوية وغطاءها بيكون بني أو أخضر أغلب القناني البلاستيكية أو الزجاجية حتى يتم شراءها بيدفع الشخص ضمن حقه ما يسمى بالوديعة أو بندفع مثل بيسموه الرهون الصحيح بالوديعة هذه ممكن نحن نسترجع قيمة نقدية يعني من حق هذه الزجاجة أو الأنينة البلاستيكية لأنه بهيك نحن بنكون حافظنا كمان على أني اترجعت الأناني وعلى أني عدنا تدوير هذه النفايات بطريقة صحيحة للحفاظ كمان على بالنسبة للزجاج المتبقي يمكن جمع الشخص هالزجاجات اللي بتفضل عنده وبيتم في وقت يعني بتجمع عنده هذه الكمية الزجاج أنه بيروحوا للحاويات الزجاجية الكبيرة وهنيك بيتم رميها وبالتالي تدوير هذه الزجاجات بشكل صحيح النفايات اللي لا تتبع أي شيء من الحاويات المذكورة دي يتم رميها في حاوية البواقي وغطاها بيكون غالبا لونه أسود بالمناسبة ألوان حاويات النفايات مختلفة من ولاية إلى ولاية في ألمانيا لذلك من الأفضل أن الشخص يسأل ويستفسر أولا قبل ما يضع الفضلات في أي حاوية بالنسبة لفصل النفايات وتوفير المال بنشوف عملية فصل النفايات وهالأمور هاي بنتعود عليها مع الزمن فهي عملية مرات بنشوفها مرهقة وصعبة علينا في البداية لكن في ألمانيا بيتم فصل النفايات وهذا شيء بيساهم طبعا مثل ما حكينا على الحفاظ على البيئة وهالشيء كتير له تقدير كبير بالنسبة للشعب الألماني بالنسبة للأشخاص اللي بيهتموا فيكن هون كرفاق بألمانيا فبننصحكم أن تأخذوا بعين الاعتبار هذه الأمور وتهتموا فيها بشكل صحيح هتجدوا معلومات حول النفايات في المنطقة بتاعتك من الأشخاص العاملين بالمجال الخاص ده أو ممكن تسأل الجيران وتستطيعوا أيضا أن تسألوا الذين أدلوكم على هذا البرنامج فصل النفايات في الواقع له تأثير مادي يتم قياس وزن النفايات من نوعية النفايات المتبقية في مناطق معينة كلما كان الوزن سقيل كلما زادت أسعارها ومعالجة النفايات الورق والكرتون يتم جامعها مجانا في عنا مسؤولية تجاه الأرض فمسؤوليتنا تجاه الأرض فينا نهتم بموضوع النفايات هي جزء من هذه المسؤولية بتعود أساس وجذور هذه الأمور هي أيضا في الإيمان المسيحي موجودة هذه الأمور في الإيمان والعقيدة المسيحية للحفاظ على هذه الخليقة التي هي فعلا هدية تمئينة من ربنا لإلنا فهذه المهمة خلت جذورها وأثارها في المجتمع الألماني بشكل عام وعلى الرغم من أن كثيرين بيحافظوا على الطبيعة وبيعملوا على حماية البيئة بدون الرجوع إلى الله إلا أنه في الواقع الجذور والأسس التي تدعي لحماية البيئة أتت من تعاليم الكتاب المقدس فمثلا يقول الإنجيل المقدس في سفر التكوين الأصحاح الثاني وآية 15 وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها وفي المزمور 115 والآية 16 مكتوب السماوات للرب أما الأرض فأعطاها لبني آدم ومن هنا نحن علينا الحفاظ على هذه النعمة التي أعطناها الله وأن نعطيها كمان للأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا هناك أيضا كثير من مواقع في الإنترنت التي تشرح عن موضوع عملية فصل النفايات فبعدة لغات موجودة بهذا الموقع والتي موجودة هنا على الشاشة يجب أن تكون موجودة ضمن هذا الموقع ترجمة نانسي قنقر